يا الموسم ده حيشهد سياحة أكتر أكتر تحديداً بتكلم على الأجانب وبتكلم على كل ما هو أوروبا يعني طبعاً احنا السنة اللي ساتت لو تذكري كان فيه مهرجان الكباش وألقى الضوء على أوروب وبيينها بشكل مختلف كان فيه موكب المميوات اللي برضو إدى يعني انتباع عن السياحة الثقافية فيه الاكتشافات الأسرية اللي برضو بتسد بالسائحين فبالتالي السياحة الثقافية السنية دي إن شاء الله يعني شايفة ازدهار إيجابي جداً جداً الفترة اللي جاية بجانب كمان السياحة السرطهية على شواطئ البحر الأحمر وجنو سينا أساس عايزين زيادة نستهدف أرقام كبيرة كده يا دكتور غاد وده حنافنا وده يمكن بداية الحديث نحن لا نكتشف والله يعني فعلاً ويعني سواء سياسة وزير وجميع الوزرات لأنه فعلاً إحنا المستح الزهدي للانتعاش الاقتصادي هو زيادة دخل الدولة من العملة الصعبة وبطلب من حضرتك حاجة بعد إذنك دكتور غادة متابعة للملاحظات اللي بيقولوها السياحة علشان لو في حاجة مش واخدين بالنا منها ننتبه ليها يعني قد تكون ملاحظات بسيطة لكن مهمة أوي إن احنا ننتبه ليها يعني احنا عندنا لازمة مشكلة الحقيقة في الوزارة لمتابعة السوشيال ميديا بشكل عام والكومانت اللي بتجيلنا بشكل خاص ويمكن كمان الكومانت اللي بتروح للمنشآت الفندقية على المواقع التواصل بتاعتكم آه يعني ما ينفعش نتجاهل الحاجات دي أرجوكو لا نتجاهلها عندنا أولويات الصحة والسلامة مهمة جدا في ملفات يعني خساسة جدا وخليني يكون يعني واضحة فيها الملفات اللي هي بتتعلق بصحة وسلامة السائحين في المناطق المختلفة دي برضو أحد النقاط الهمة اللي احنا بنحاول نحن نشتغل عليها عن طريق رفع الوعي رفع الوعي في كافة وده در حضراتكو برضو حقيقة شركاء معانا والحقيقة كل مواطن بيدايق سايح يعرف إنه هو أزى ناس كتير في أكل عيش آه خليني أقول حاجتك على حاجة دارة أنا كنت في معرض حياة محترمة جدا في أرض المعارض اسمه لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية والفندقية المعرض ده بيعرض كافة المنتجات التي تدخل فيه أو بتخدم على صناعة السياحة نعم أقول حضرتك من أول تجهيزات المطابق إلى الفرشفة الغرف الفندقية فدخل معانا الفرنيتشر والنجارة والسكتايل تمام طبعا صناعات لا تقل عن ستين سبعين صناعة مشتركة في صناعة السياحة فالذي بنقوله أنه صناعة السياحة عندها مصدر للعمالة المباشرة والعمالة الزير مباشرة من أول الفود ساكلايت للفرنيتشر الأساس وصناعة الأساس وتأسيس الغرف للزراعة كل حاجة أنا بتكلم على أنه كل مواطن لو خد في باله أنه لما بيضايق سايح فهو بيقطع عيش ناس كتير يعني سلوكه في غاية الأهمية ده اللي احنا محتاجين أن احنا نشتغل عليه كسلوكيات لنا بشكرك أستاذ غاد